ازيكا كمان نهاردة في حلقة جديدة هنا في استفلا الرياكشن على هوم سينما رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي احنا هنعمله الرياكشن النهاردة هو واحد من افلام الرعب اللي مفروض هتنزل السنة دي في 2024 وهو الفيلم انا بالنسبة لي مستنيه يعني انا ما عرفش انا الفيلم ده مفروض ان هو عليه هايبنس كبيرة بس انا يعني مترقب جدا الفيلم ده ونزل له التريلر من كام من 3 اربعة ايام تقريبا وهو فيلم اسمه سبيك نو ايفل فيلم سبيك نو ايفل هو من اخراج جيمس واتكنز وهو ده اول تجربه الاخراجية معانا في فيلم سينو ايفل والفيلم من بطولة يشهد عودة بطولة جيمس ماكافوي للعالم السينما اللي احنا بقالنا كتير جدا 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 بقالنا فترة كبيرة يعني ما شفنا لهوش فيلم يعني انا مش فاكر حتى اخر فيلم الجيمس ماكافوي كان ايه مثلا ايه جلاس مثلا ده يعتبر اخر فيلم كان عليه ضجة بتاعته او الهايبنس مع ان اصلا جيمس ماكافوي من الممثلين بصراحة الانداريت جدا 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 يعني وانا بحبه فاشخة بصراحة افلامه كانت حلوة جدا معرفش الرجل ده بعيد ليه على الساحة بقاله فترة كبيرة يعني والفيلم ده هو ريميك لفيلم اسمه برضو سبيك نو ايفل في عام 2022 هو فيلم مش اصلي هو فيلم معمول له ريميك وهو اصلا الفيلم الريميك بتاعه هو فيلم دنماركي وتعمله بعد كده ريميك حينزل السنة دي في عام 2024 مع طبعا شركة واحدة من احسن شركات الافلام الرعب في العالم وهي شركة بلوم هاوس انا عن نفسي ما شفتش الفيلم الوريجينال بتاع سبيك نو ايفل فحيكون الاول تعرف ليا لفيلم سبيك نو ايفل مع فيلم جيمس ماكافوي اللي حينزل السنة دي طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة هشوفوه معاكو دلوقتي الاول مرة سبيك نو ايفل يلا بينا هل رائعًا أنه مرة لحبا جدا مرحبا جدا سببه الأمر الموارس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا اولا اول حاجة بسطاني جدا ان جيمس ماكافوي ان هو يرجع يمثل تاني يعني انا زي ما قلت في الاول خالص انا بالي كتير جدا ما شفتش جيمس ماكافوي في فيلم من افلامه او الفيلم اللي كان عليها ضجة الله اعلم ممكن يكون كان بيعمل افلام تانية بس الواحد مش فكر له حاجة او ما شفلوش حاجة فيمكن عشان كده انا اخر حاجة شفتها حرفية لجيمس ماكافوي معرفش اذا كان شفت حاجة تانية بعدها او لا هو كان تقريبا كان فيلم جلاس اللي هو الفيلم التالت اللي كان بعد انبريكبل وسبلت اللي هو كان مخرج اما ناتش ميلان من بعدها تقريبا على ما اظن ما شفتش اي حاجة تاني لجيمس ماكافوي فمبسوط ان هو يرجع تاني بفيلم رعب بلامهاوس وانا متفائل بصراحة بالفيلم ده انا ما شفتش الفيلم الاصلي اللي هو الفيلم الدينماركي انا ما شفتهوش فيمكن يكون الله اعلم ممكن يكون احسن من ده بس انا ما شفتش الفيلم الاريجينال فانا الى حد ما انا مبسوط من اللي انا شفته عجبني الفكرة ان هو بجد تعبيرات وجش جيمس ماكافوي في حتة تانية جداعين الراجل ده بجده انضريت تفشخ يعني مش طبيعه يعني فكرة ان هما عجباني برضو الستوري يعني عجباني الستوري ان هو فكرة ان هو ومراته وابنه راحوا مكان اتعرفوا على ناس وبعد كده بياخدوا الناس دول معاهم وتقريبا العيلة كلها بتقلب بعيلة سايكوباتية من الطفل والاب والامه لا يعني انا شايف ان فيلم الش الشكله حيبق جامد يعني بصراحة يعني هو هو تقريبا على ما اظن من التريلر اللي انا شفته مش مديني احساس الهورور قوي على قد ما هو مديني احساس التريلر اكتر يعني بس انا انا شاري بصراحة انا شاري جدا 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 هو الفيلم حينزل في 13 سبتمبر السنة دي في عام 2024 انا عجبني جدا التريلر وكويس ان هو اوفيشيال تريلر فحنالدي له لزب الترقب وانا يعني الفيلم ده ما اعتقدش ان لو حننزله تريلر تاني هنعمله تريلر اكشا ما اعتقدش لان احس ان التريلر كان كبير قوي وعطانا حاجات كتيرة قوي فمش محتاج ان انا اتفرج على تريلر تاني بصراحة ليه انا نسبة ترقب لي الفيلم ده هو سبعة من عشرة اتمنى ان هو يكون على قد التوقعات واتمنى ان انا حاسس ان جيمس ماكفوح هيكون احسن حاجة في الفيلم ده يعني ابدأ من وجهة نظري شايف يعني انا مقلقني بس شوية ان المخرج جيمس واتكنز ده انا مش هفتروش اي حاجة بالكده وده اول فيلم تجارب ليه كاخراج اتمنى ان هو يكون على قد توقعات عامة الفيلم يعني بس ما عنيش احاق تانية اولا عن سبيك نو ايفل اتمنى الحلقة يكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم في فيديوها تانية قريب منسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم منسوش تعملوا سبسكرايب والشانلز التانية اسمها هومالون وتيكتو وحسب لوكو اللينكس في الديسكريبشن ولا حابين تعمل فولو لايك على فيسبوك وتيكتوك وإنستجرام برضو حسب لوكو اللينكس في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة